قابلت واحدة ستة العطيفة كده ستة لذيذة كده في أتوليي شيك يعني وبعدين قالت لي أنه هم كانوا اخوات بنات ومعاهم اخوات رجالة وكانوا أغنية جدا في بلد ما في مصر يعني وأغنية وابوهم تاجر كبير وعندهم أمارات وعندهم محلات وعندهم كذا فلما توفى الأب توفى فالأخ أمواخد هم خمس بنات ويظهر أخين فالأخين جابوا البنات وجابوهم قالوا لهم بقول لكم إيه جوازاتكم هيتمعوا فيكم هياخدوا فلوسكم هيبهدلوكم كل حاجتكم هنكتبها باسم الأخين واللي أنتو عايزينه أنتو باحتهم بقى أغنية ومتعودين بقى على الرفاهية في الرفاهية بقى وعيشة فضيع فكل اللي أنتو عايزينه هتاخدوه براحتكم والصرف اللي أنتو متعودين عليه بتقول إحنا أخوات بنات صغيرين وإخواتنا الرجال هم اللي مسكين المحلات وجاء قمنا ماضين بحسن نية طبعا هم كانوا متجوزين جوازات حلوة يعني بقى أولاد حد كبير فمتجوزين كل جوازاتهم حلوة فمضوا طبعا كلوا ورسهم وخدوا حاجتهم ومرديوش يدوهم هيفتقرهم أكيد هيفتقرهم هم يعني شايفة الست شياكة وقلمزات وكده قالت لي احنا ربنا كرمنا مع جوازاتنا وكده هم بقى يضيعهم بس برديوش يدونا قالت يعني نهايتهم وحشة بعيد بدرجة إن بتقول يعني أخويا الكبير ابنه انتحر من البلكونة الله أكبر والله بتحكي لي كده أنا بقيت بترعش من الحكي قالت يعني هم صعبا إحنا سمحناهم بس يعني ليه هم خدوا الفلوس بالسحط زي ما حضرتك بتقول وظلم وظلم وخدوا منهم وضحكوا علينا إحنا ربنا كرمنا وخلاص وشارق معنا إحنا مسامحينهم بس اللي شافوه في الدنيا وحش اللي ابنه انتحر وإنه مش عارف جاله إيه طب أنا خد المعلومة دي وأنا مسؤول عنها لما حد يأكل مال حد أنا حد أكل مالي مثلا وسمحته ربنا مش هسامح أنا سمحته في حقي عارفة وإنه المسألة الأعلى لما تروح المحكمة صح ويبقى فيه حيازة يقول لك إحنا حد مثلا الحق المدني يقول لك حيازة صلاح ناري بقول يا جماعة أنا متنزل عن حق يقول لك طب حق الدولة فين في الترويع صح ولله المسألة الأعلى مش هيسيبه برضو ربنا صحيح وربنا لو سيبه مالفين الحاكم العدل هم وهم القانون مستمد من الشريع برضو شوف الأهل العلم قالوا إيه جمعوا الحرامة على الحلالي ليكثرها فدخل الحرامة على الحلالي فبعصرة صحيح لما تجيبه كوباية مية بيضة وبعدين تحط فيها شوية طراب صغيرين عاملوا إيه عكروها رغم أن شوية طراب إيه ولا حاجة ولا حاجة أهو ده بالزلط عكروها هو عكر العلاقة بوز كل حاجة خلاص يعني ده سلة الرحم وقابل الحسنة بالسيئة الست وقفت جنبك على كلامه أنا مسمع لاش الطرف التالي يعني سلة الرحم دي سلة الرحم دي إحنا بنرد على قصة جايلة ما سمعناها إحنا مش جهة تحقيق نعم نعم إحنا بنرد على إيه إيه اللي يحصل هصير بحب الناس يعلى أقولك إيه إنتم حكمتوا على طرف ما الطرف التالي إحنا لا نحكم على طرف إحنا نحكم على واحد نين تلاتي على موقف بس خلاص لو حد كلمال حد وقال له مالكش حاجة عندي وهو لحنا بقى يعني خلاص يا رفاق ضيه ودي يعني فيه محققين بقى مطلو الغني ظلم مطل يعني إيه إنه يماطل في الحق مشاهدة ديه وهو يقدر فسيد النبي قال هذا ظلم مطلو الغني ظلم فده أكل مال حرام ولأ وقفتت في الأرض لأنه قطع رحمه نعم قفتت في الأرض كيفانا بيقولك بدل ما يقف جنب وخته كالحق كالحق بس